في عرض البحر تجتمع لجنة التنسيق الأممي المشتركة لعادة الانتشار في الحديدة مع طرفي الصراع اليمني بعد إغلاق الميليشيات الحوثية مداخل المدينة وتقييدها حركة رئيس اللجنة مايكل لوليسجارد والبعثة الدولية المرافقة له الاجتماع دليل فشل ذريع للبعثة والمبعوث الأممي ومؤشر لفشل اللجنة في تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد تنفيذ بنود اتفاق ستوك هولم بعد أكثر من ستة أشهر من توقيعه بحسب تغريدة على موقع تويتر لمعمر الإريان وزير الأعلام في الحكومة اليمنية الشرعية وبينما تلجأ البعثة الأممية إلى اجتماع السفينة بعد رفض ميليشي الحوث استناف المفاوضات في الحديدة الخاضعة لسيطرتهم تؤكد مصادر عسكرية يمنية أن السفينة ستنطلق إلى المياه الدولية بعد وصول الوفدين الحكومي والميليشيوي في دلالة على استحالة عقد المباحثات على أرض أو مياه يمنية رئيس الفريق الحكومي في لجنة الانتشار اللواء الصغير عزيز يرى من جانبه أن إغلاق الحوثيين مداخل الحديدة أمام لجنة التنسيق الأممية وإغلاقهم جميع المعابر داخل المدينة يعد مخالفة جديدة للفقرة العاشرة من اتفاق ستوك هولم تؤكد عدم الالتزام الحوثي بالاتفاق المفاوضات بين طرفي الأزمة اليمنية تأتي بعد نحو شهرين من وقف أعمال اللجنة الأممية عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار لقوات من موانئ الحديدة على خلفية رفض الحكومة الشرعية إعلان الحوثيين تنفيذ الاتفاق من طرف واحد مشترطة تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وبحسب مراقبين فإن الأزمة اليمنية تبدو أكثر تأثرا منذ قبل بتطورات الصراع الدائر في الشرق الأوسط والتصعيد المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تعد الميليشيات الحوثية ذراعا عسكرية لها ضمن عدد من الأذرع الموالية للنظام الإيراني في العراق والسوريا ولبنان بما قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ما لم تتدارك دول المنطقة خطر هذه الميليشيات ترجمة نانسي قنقر